إمام أبو حنيفة رحمه الله كبقية الأئمة لم يكتب مذهبه الإمام الذي كتب مذهبه هو الإمام الشافعي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هو الإمام الذي كتب مذهبه أما الإمام مالك رحمه الله تعالى فلاه كتابات على الموطأ لكنه لم يكتب مذهبه كما كتبه الإمام الشافعي وكذلك أيضا الإمام أحمد رحمه الله وكذلك أيضا الإمام أبي حنيفة رحمه الله فكيف تكون مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو لم يكتب شيئا من مذهبه تكون مذهبه عن طريق تلامذته يقال بأن الذين أخذوا عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله وتلامذة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ما يقرب من سبعمائة تلميذ وأشهر هؤلاء التلامذة أربعة هؤلاء التلامذة سبع مئة أشهرهم أربعة أبو يوسف ومحمد بن حسن وزفر بن هذين والحسن بن زياد اللؤلؤ هؤلاء الأربعة هم أشهر تلامذة الإمام بحليفة رحمه الله تعالى وأشهر هؤلاء الأربعة اثنان أبو يوسف ومحمد بن الحسن ثم بعد ذلك يأتي بعدهم زفر ثم بعد ذلك الحسن بن زياد اللؤلؤ انتشر مذهب الإمام بحليفة رحمه الله تعالى وكذلك أيضا تكون عن طريق تلمذين يعني أشهر من عمل على نشر مذهب الإمام أبي حنيفة وتكون هذا المذهب إنما هو عن طريق تلمذين من تلامذته هما أبو يوسف رحمه الله تعالى وكذلك أيضا محمد بن حسن الشيباني أبو يوسف كان قاضيا لثلاثة من الخلفاء العباسيين كان قاضيا للمهدي والهادي والرشيد وكان لا يعين في القضاء إلا من كان على مذهب الإمام أبي حنيفة فأصبح القضاءات كلهم أصبحوا من الحنفية فكان هذا عاملا لانتشار مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله كما أن إذا كان القضاءات من الحنفية فإن ولا الخلفاء سيكون لهذا المذهب فكان ذلك عاملا لانتشار مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في أكثر بلاد العالم الإسلامي وأما كما أن أبو يوسف أيضا له شيء من التأليف لكنه ليس كمحمد بن حسن له الخراج إلى قره لكنه ليس كمحمد بن حسن